النادي الاهلي عندهم بريات مدغوطة كتير جدا 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 في شهر يناير بداية من مباراة بيرامدز النهاردة وبعدين حيلاعب امبي يوم الخميس يعني كمان 3 ايام و12 حيلاعب المصري في برج العرب وبعدين حيلاعب نادي سموحة في نصف نهائي كاس مصر يوم 17 يناير وبعدين حيلاعب نادي الزمالك بعد يوم 4 ايام يوم 21 يناير وبعدين البنك الاهلي يوم 24 يناير بعد يوم 3 ايام وبعدين حرس الحدود يوم 29 يناير وان كنت انا قريت للكابتن عامر حسين تصريح بيقول فيه ان ماتش 29 يناير ده هيبقى صعب شوية انه يتلاعب لان النادي الاهلي عنده ماتش يوم 1 فبراير اللي هو اول مباراة له في كاس العالم للاندية حاجات غريبة احيانا بتحصل وكأنك بتدوس وتعاقب الاهلي على تفوقه ورفعه اسم مصر عليان اسم مصر عليان برا في المحافل الدولية يعني الفترة اللي جاية دي المفروض كلنا نقفر النادي الاهلي المفروض نمد يد العون والمساعدة للنادي الاهلي مش نزود الضغوط مش نزود الضغوط على فرقة بترفع اسم مصر علي الفترة اللي جاية محتاجة مساندة شوية من اتحاد الكرة وربطة الاندية موسيقى